الجواد الإرلندي بجماله الفاتن وبنيته القوية وشعره الطويل تحول إلى نجم عالمياً يطمح عشاق الخيول إلى اقتنائه الخيول الأصيلة في إرلندا تشارك في السباقات الدولية وتدر آلاف الدولارات لملاكيا ويتدفق الزوار على المزارع والحدائق لالتقاط صور معها من المزارع والمزارع والمزارع بخير وهذا أصبح هنا موجود عاماً في فرنس وهذا يجب أن يتعرف على كل أكثر من خلاله عن العزارة وهذا النصر والمزارع 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 وهذا يتحدث يعمل المزارع بهذا يمجح نظر بأبارض والمزارع هذا الحصان يسمى إنفنسبل إسبيرانت أو الروح التي لا تقهر فحل متقاعد ضمن سلالة أصيلة أخرى يبلغ من العمر 15 عاماً ويبلغ إجمال أرباحه أكثر من 400 ألف دولار الجواد الإرلندي حيوان اجتماعي وقوي جداً تم تحسين صفاته الجسدية من قبل الإرلنديين الرحل الذين أطلقوا عليه اسم الحصان المسافر فاكتسب اللطف والوداعة ليعيش ملاسقاً للإرلنديين إيفلين فلين واحدة من أشهر المهتمين بالخيول الإرلندية الأصيلة منذ 15 عاماً قامت بإنشاء أول سجل رسمي لتربية الخيل يعرف هذا السجل باسم كتاب الخيول ويسرد الصفات المحددة للسلالات قبل إيفلين كان كتاب الأنساب محفوظاً فقط في أذهان العائلات الإرلندية في هذه المزرعة القديمة بالقرب من مدينة كيلز الإرلندية حلت الخيول محل الأبقار وبشكل حصري الخيول الإرلندية التقليدية تقام هنا بطولات للخيول الإرلندية ولها جمهور واسع وقواعد صريمة ولجان تحكيم يأتي بعضها من خارج البلاد السلالات الإرلندية من الخيول باتت تحظى بجعبية متزايدة في أوروبا ويتم بيع أجمل العينات للهوات الأجانب عبر الإنترنت من دون السفر إلى إيرلندا اشتركوا في القناة